علشان كده تعالوا على طول ونبدأها سريعا ايه رأيكم في بعض الدعوات اللي كتير من حضراتكم اكيد تابعها على السوشيال ميديا واللي بتدعو بشكل مباشر للنزول للتفويد يوم 16 ويوم 26 علشان نشوف هل الدعوات دي حقيقية ولا لأ احنا محتاجين نركز شوية الدعوات دي بتكلمنا عن تحديد ميادين وبتدينا توقيتات للنزول والشاهد هنا لازم يبقى واضح قدام عينيكم هل فيه تصريح صادرة من وزارة الداخلية لهذه التجمعات بهذا الخصوص يعني فيه موافقات ولا ما فيش موافقات لان احنا دولة قانون وفي دولة القانون علشان نعمل مظاهرة اي مظاهرة او اي تجمع لازم هناخد به موافقة علشان كده هل المقصود من الدعوات دي والامر ده امر غير الصورة اللي بيتم استغلالها خلوني بس اقول مع حضراتكم بعض الاشياء يعني لو قلنا كده ببساطة انه الدعوة نزلت على بعض الصفحات المحددة واتكلمت على ان المصريين يبقوا موجودين بعد صلاة الجمعة مباشرة في بعض الميادين واتكلموا عن تحديد الميادين قالوا مدان التحرير ده رقم واحد اتنين مدان سيدي جابر والقائد ابراهيم تلاتة محيط قصر الاتحادية اربعة مدان الشهداء مدان الخضر كورنيش السويس مدان الجيزة والهدف هو اول ايام انتخابات الرئيس الرئاسة خارج مصر يعني هما مختارينه عشان ده اول يوم للانتخابات اللي الدنيا كلها هتبص علينا فيها انا هنا هرجع اسأل حضراتكم هل الورقة اللي قدامكو دي بتقول ان نفس العقل اللي كان بيدورنا ايام 25 يناير مكمل معانا حتى لو البوست نازل من صفحة اسمها زينة حسن زينة حطلنا صورة بومة او مش عارفة ايه الصورة دي يعني الصورة دي في وقتها كده وحتى ارقام تليفونات هل ده شبه اللي كنا بنعيشه ايام 25 يناير حد بيدينا ما بيعتمدش علينا بيقول لنا هنتجمع فين وهنتجمع الساعة كام والشعرات اهيه علشان الدعوة دي نتعامل معها بجدية احنا محتاجين حاجة مهمة قوي الناس دي لو جربتوا تكلموهم في التليفون وتقولوا لهم احنا خدنا الموافقات ليه هذا التجمع ولا لا هتكتشفوا ان القصة كاذبة لو كلمت وزارة الداخلية هتكتشفوا ان القصة كاذبة وهنرجع للأهم في التوزيعة اللي كشفت ان ده العقل نفسه اللي كان شغال علينا وبينا من 25 يناير هل مقبول في اول يوم انتخابات للمصريين في الخارج ان احنا هنا في الداخل نبدأ نعمل تجمعات في اماكن متنوعة فنبدو كاعداد قليلة ونبدو في المشهد كاننا احنا الاعداد اللي هي ظهير الدولة اللي بتوافق على اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي ده مهمة قوي لو تعاملنا مع الدعوات دي بالدافع اللي جوانا يبقى هم نجحوا مرة تانية في استغلالنا حنسأل الداخلية اول سؤال علشان ما نرجعش نتحط في اختبار لقوة الامن اللي بتطبق القانون فيحصل احتكاك بيننا وبينها فنبقى سجلنا الصورة اللي بتخدم على اعداءنا مباشرة علشان كده لو ما كانش فيه تصريح هيبقى الحشد ده ظهوره ظهوره هيبدو ظهور ضعيف جدا ويبقى حق هو الصورة بحاكتين احتكاك ما بين هذه القوة والقوة الامنية المنوط بيها ضبط الامن وفقا لسيادة القانون اتنين هيبان ظهير الدولة انه ظهير باعداد فقيرة متناثرة من هنا وهناك ولو انتبهنا شوية هنلاقي اللغة اللي مستخدمة اللي ربنا بيحطها قدام عينينا اللي بتيجي من الاطراف الاخرى من بعض اهل الشر الاخرين بيكلمونا ان احنا هنبقى كتير قوي والكلام ده تقال في المتش واحنا اللي هنعمل واستنونا واحنا جايين فالحكاية محتاجة ان احنا نكون على يقين من ان ده كلام غير حقيقي